موسيقى نشرته منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين علي القتراني يعلق عضويته في المجلس الرئاسي بسبب ما سماه عدم التعامل مع مطالبهم بجدية والمؤتمر يعتبر تجاوز الأطراف الرئيسية سبب تصدع المجلس الرئاسي المجلس البلدي بالبيضة يمهل حكومة اثني والمؤسسات التابعة لها ومصرف ليبيا المركزي 24 ساعة لمغادرة المدينة ويهدد بإخراجهم بالقوة الاتحاد الأوروبي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وقف التواصل بما سماه المؤسسات الموازية ويجدد التزامه بدعم حكومة الوفاق باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لليبيا موسيقى أهلا بكم أرجع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القتراني سبب تعليق عضويته في المجلس مؤقتا إلى ما وصفه بعدم الجدية والوضوح في تعامل المجلس مع مطالبه الأساسية وأضاف القتراني في بيان صحفية أن مطالبه تتمثل في دعم القوات المسلحة والشرطة وعدم المساس بقيادات القوات المسلحة وضمان تمثيل برغا بنسبة لا تقل عن الثلث وإنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة بنغازي كما عبر القتراني عن رفضه التنازل عن أي من هذه المطالب داعيا إلى توزيع الحقائب السيادية بشكل عادل بين الأقاليم الثلاثة حسب تعبيره من خلال مشاركتنا في جلسات المجلس الرئاسي رأينا عدم الجدية والوضوح في التعامل مع مطالبنا الأساسية وتلبيتها عليه لما تقدم فأنه يوصفنا أن نعلن عن تعليق مشاركتنا في الجلسات التشاورية للمجلس الرئاسي وبشكل مؤقت إلى أن يقتنع شركائنا في المجلس بالأهمية الوطنية في تجميد المادة الثامنة من الاتفاق السياسي وبتوزيع وزارات حكومة الوفاق خاصة السيادية توزيعا عادلة هذا وأرجع عضو مجلس نواب دريس عمران أسباب تعليق نائب رئيس المجلس الرئاسي علي القطراني عضويته في المجلس مؤقتا إلى عدم تعامل المجلس مع مطالب إقليم برقا بجدية حسب وصفه ذهبت الحكومة بتشكيل وزارات دون الالتفاق إلى مطالبنا وبالتالي قررنا الانسحاب وظهر السيد علي القطراني ونواب قريم برقا الحاضرين هنا في تونس في بيان رسمي للعالم بأننا لم ننخرج في هذه الحكومة حيث لم تنبى مطالبنا والتي تتمثل بالحفاظ على المؤسسة العسكرية وقياداتها فيما أضاف عضو مجلس النواب عيسى العريبي في مداخلة سابقة أن أعضاء المجلس الممثلين لبرقا جمدوا المادة الثامنة في الاتفاق السياسي وفق تعبيره والتي تنص على خلو المناصب السيادية بعد عشرين يوما من توقيع الاتفاق في السخرات حسب قوله الحقيقة نحن لم نتكلم عن وزارات تكلمنا عن تجميد المادة الثامنة كذلك الصندوق عمار بن غازي كذلك العدالة والتساوي بين أقالي بنيبيا المادة الثامنة تتكلم على أن بعد عشرين يوم من الاتفاق السياسي يتم تغيير المناصب السيادية من جهة انتقد النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام عوض عبدالصادق ما وصفه بإصرار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تجاوز الأطراف الرئيسية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب معتبرا أن ذلك هو السبب في سماه التصدع الذي ظهر في المجلس الرئاسي وفي مؤتمر صحفينا الاثنين بطرابل ساعتبر عبدالصادق أن بعثة الأمم المتحدة تحاول تشكيل حكومة وصاية على ليبيا ودعاها إلى وضع حد لما سماه التخبط والتشويش والعودة إلى رشدها حسب تعبيره وأكد عبدالصادق ثبت المؤتمر وعدم قبوله إلا باتفاق يجمع كل الليبيين داعيا البعثة والمجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية إلى اتخاذ خطوات من أجل أن يصل الليبيون إلى اتفاق تنتج عنه حكومة حقيقية قادرة على التصدي للأوضاع التي تواجهها البلاد وفق تعبيره نجدد الدعوة للبعثة أن تتفادى هذا التخبط وهذا التشويش وهذه الحلول الملفقة وأن ترجع إلى صوابها إما تجمع الليبيين حول النقاط التي يختلف عليها لكي يحلوها بشكل صحيح أو الرجوع إلى الاتفاق الليبي وإعلان المبادئ ومحاولة لم شمل الليبيين لأن البلد لا يحتمل في سياق متصل قال نائب رئيس حكومة الوفاق فتح المجبري إن ليبيا تحتاج إلى بناء حكومة قادرة على محاربة الجماعات الإرهابية مؤكدا ضرورة وجود آلية عاجلة لتمكين القوات الموجودة على الأرض من مكافحة ما يعرف بتنظيم الدولة وأضاف المجبري للإذاعة الجزائرية أن أعضاء المجلس الرئاسي يحاولون بناء توافق وطني ومصالحة رغم معارضة بعض الأحزاب على حد تعبيره وأوضح نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني أن الحكومة تواجه عدة تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية مشددا على ضرورة تسليط الضوء على القطاع الأمني إلى ذلك رحب المبعوث الأمم إلى ليبيا مارتين كوبلر بتجديد رئيس مجلس النواب عقيل صالح قبوله بالاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر الماضي في مدينة الصخيرات المغربية وضف كوبلر في تغريدات له على تويتر بعد زيارته لمدينة شحات أن المشهد السياسي الليبي منقسم في وقت يتحد فيه ما يعرف بتنظيم الدولة ويمضي في تحقيق أهدافه التدميرية داعيا جميع الليبيين إلى الاتحاد لدحر هذا التهديد وشدد كوبلر على ضرورة أن تجاري سياسة التطورات العسكرية على الأرض مطالبا مجلس النواب بأن يجتمع بكامل أعضائه لمناقشة حكومة الوفاق الوطني دعا المجلس البلدي في البيضة حكومة الأزمة برئاسة عبدالله الثني إلى مغادرة المدينة مع كل المؤسسات التابعة لها معتبرا أن وجودها في المدينة أصبح غير مرغوب فيه وفي رسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة منح المجلس حكومة الأزمة مهلة 24 ساعة لمغادرة المدينة مع كافة وزاراتها والهيئات التابعة لها بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي العامل من البيضة ملوحا باستخدام القوة لتنفيذ القرار وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس حمد أصعيطي أن القرار جاء بسبب الأزمات المختلفة في المدينة وفشل الحكومة في التعامل معها إضافة إلى ما سببه وجودها من مشكلات حسب وصفه هذا وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلد البيضة حمد أصعيطي أن المدينة تعاني أزمات متلاحقة منذ وصول حكومة الأزمة وأضاف في نشرة سابقة على قناة ليبيا لكل الأحرار أنه لم يصل أي رد رسميا إلى المجلس بشأن المهلة التي حددها لمغادرة الحكومة المنطقة بكامل تعاني من وصول الحكومة من وصول هذه المدينة البيضة إلى هذه اللحظة تكررت عدة أزمات بدأت بنقص الدقيق مادة الدقيق أيضا غياب المحروقات على المدينة البيضة سواء كان من كيروسين أو غاز وتكللت آخرها بانقطاع الكهرباء الذي وصل انقطاع الكهرباء في مدينة البيضة إلى 14 ساعة متواصلة بالرغم أن مدينة البيضة تصل درج الحرارة في هذه الأيام إلى ثلاث درجات مهوية دعا الاتحاد الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وقف الدعم والتواصل الرسمي مع ما سماه المؤسسات الموازية التي تدعي أنها السلطة الشرعية في ليبيا وجدد الاتحاد الأوروبي في بيان له على هامش اجتماعه الدوري في بروكسل جدد التزامه بدعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لليبيا داعيان المؤسسات الليبية بما فيها المؤسسات المالية والاقتصادية إلى الالتزام بقرارات الحكومة التوافقية وطلب الاتحاد الأوروبي بتعديل الإعلان الدستوري لعام 2011 وحث المجلس الرئاسي على تشكيل حكومة الوفاق في أقرب وقت ممكن مرحبا بإنشاء لجنة أمنية مؤقتة لتسهيل تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق السخرات قال وزير خارجية حكومة الأزمة محمد الدائري إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني أمر مهم باعتبار أن المجتمع الدولي ربط رفع الحظر عن السلاح بتشكيل هذه الحكومة وأضف الدائري على هامش لقائه بوزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة أن ليبيا تعاني من أزمات أمنية وسياسية واقتصادية مضحا أن تجاوز هذه الأزمات يحتاج إلى التوافق وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن الوزيرين اتفقا على ضرورة دعم جهود تشكيل حكومة الوفاق الوطني وشددها على ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الشخصية تشكيل حكومة الوفاق الوطني مهم بالنظر إلى أن المجتمع الدولي جعل من هذا التشكيل كشرط أساسي لرفع القيود المفروضة على الجيش الليبي في محاربة الإرهاب فنحن مهتمون بهذا لكن من غير قضية الإرهاب ليبيا تعاني من أزمة سياسية وأمنية واقتصادية حادة تتطلب وجود وفاق وطني وصف سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا بيتر ميلت تأجيل المجلس الرئاسي إعلان تشكيلة حكومة الوفاق الوطني بالمخيب للأمال وأشدد ميلت في تغريدة له على تويتر على ضرورة التعجيل بتشكيل حكومة الوفاق للتعامل مع ملفات الإرهاب والاقتصاد وغيرها وأشار سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن مطالبا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياته أمام الشعب الليبي قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن هجمات ما يعرف بتنظيم الدولة على المنشآت النفطية في السدر وراس لانوف وفي بنغازي تعد تنبيها قويا إلى الحاجة لتكوين جبهة موحدة لاحتواء هذا الخطر وأشددت البعثة في بيان لها على ضرورة أن تستفيد حكومة الوفاق الوطني من التشكيلات المسلحة التي تحارب ما يعرف بتنظيم الدولة وغيره من التنظيمات الأخرى ودعت البعثة حكومة الوفاق إلى توفير التدريب والتسليح والتجهيز اللازم لتمكين مؤسستي الجيش والشرطة من محاربة الإرهاب مؤكدة التزامها بالعمل مع الحكومة لضمان توفير الدعم والمساعدة بما في ذلك مراجعة الحظر الحالي على السلاح أعربت وزيرة الدفاع الألمانية أرزولا فوندرلاين استعداد بلادها للمشاركة بقوات من الجيش في مهمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا وقالت فوندرلاين لصحيفة بيلد الألمانية إن الأهم الآن هو تحقيق الاستقرار في ليبيا والاهتمام بتشكيل حكومة توفقية فعالة مشيرة إلى أن تلك الحكومة ستحتاج إلى مساعدة عاجلة لتطبيق القانون والنظام وشددت وزيرة الدفاع الألمانية على ضرورة الحيلولة دون تشكيل محور للإرهاب في شمال إفريقيا مضيحة أن ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا يسعى للاتصال بتنظيم بوكو حرام من أجل زعزعة الاستقرار في أجزاء واسعة من إفريقيا واعتبر المحلل العسكري عادل عبد الكافي خلال برنامج العاشرة أن توحيد الجيش ووضع تعريف محدد للإرهاب هو من أهم العوامل التي يجب أن تضعها حكومة الوفاق ضمن أولوياتها الأمدية هناك جيش لا بد من توحيد صفوف الجيش توحيد صفوف أيضا الأجهزة الأمنية هناك تشتت سوى في غرب ليبيا أو في شرق ليبيا وجنوبها لأن طبعا الآن تحتاج إلى مواجهة حقية مع هذا التنظيم ما يسمى تنظيم الدولة أيضا تعريف ما هو الإرهاب من جاتي بينا خبير العلاقات العربية الأوروبية محمد رجاء بركات أن هناك تخوفا لدول الاتحاد الأوروبي من أن يأتي الإرهاب من ليبيا لذلك تضع تلك الدول أولوية للملف الأمني لحكومة الوفاق بحسب قوله دول الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا دول التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين في الفترة الأخيرة تعطي اهتمام كبير لمحاربة التنظيم الدولة الإسلامية لأن هناك تخوف من أن يأتي الإرهاب إلى أوروبا عن طريق ليبيا فبالتالي كل التصريحات وخاصة وزيرة الدفاع الألمانية مؤخرا تدل على أن هناك اهتمام بأن تقوم الحكومة الوفاق الوطني بمحاربة التنظيم الدولة في ليبيا هذا وأوضح الناشط السياسي محمد فؤاد أن حكومة الوفاق الوطني ستجد صعوبة في العمل على الأرض لوجود جهات رافضة لها بحسب قوله هناك صعوبات حقيقية أمام هذه الحكومة لأن هناك أطراف على الأرض عندها قوة لبأس بها معارضة لها سواء في الشرق أو في الغرب عندها مشكلة في ترابن مع المؤتمر الوطني عندها مشكلة في الشرق مع حفر ثم يوجد تنظيم الدولة ثم يوجد مجلس شورى ثوار غادي هذه مشاكل كبيرة الحكومة تستطيع حل جميع المشاكل بحال أنها فعلا توصلت إلى تواصل حقيقية مع من يملك القوة على الأرض أفاد رئيس المجلس العسكري ورشفانة عبدالعالي الشيباني بنسحاب معظم السيارات المسلحة التي كانت تتمركز قرب الحدود الإدارية التابعة لمنطقة العزيزية بورشفانة وأضاف الشيباني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أغلب الأليات البالغ عددها ثمانين سيارة غادرت تمركزاتها إلى أماكن متفرقة منوها إلى استقرار الأوضاع في جميع مناطق ورشفانة خلال الفترة الماضية وأوضح رئيس المجلس العسكري أن ورشفانة لن تسمح لأي قوات بالدخول إلى طرابلس وفي سياق آخر قال الشيباني أن المجلس العسكري ورشفانة سلم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الملف الخاص بالطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والزاوية والذي يمر بورشفانة وأضاف الشيباني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن جميع الأطراف في ورشفانة ستلتزم بكافة القرارات التي قد تصدر عن حكومة الوفاق حول الطريق الساحلي مشيرا إلى توقف المباحثات مع المدن المتضررة من إغلاق الطريق من جهة أخرى قال الناطق باسم مدرية الأمن الوطني الزاوية نبيل بوزواي إنه من المقرر عقد اجتماعا في اليومين القادمين بين المدن المتضررة من إغلاق الطريق الساحلي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الموضوع أكد مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي مقتلى عنصرين تابعين لقوات الساعقة الموالية لحفتر يوم الأحد في محوري الليثي وبوعطني وأوضح المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن أحد العناصر قضى إثر انفجار لغم أرضي في محور سوق اللحوم مضيفاً الآخر قتل نتيجة اشتباكات خفيفة دارت في بوعطني يوم الأحد هذا وأفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته بأن غالبية المحاور تشهد هدوءاً حذرة وفي بنغازي أيضاً قال مسؤول المكتب الإعلامي لمجلس شورى ثوار المدينة محمد عبد الرحمن أن قواتهم قصفت معسكر 204 دبابات التابع لقوات الكرامة بالمدفعية الثقيلة وأضاف عبد الرحمن لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات الشورى استهدفت بوابة المعسكر بقذائف الهاون بشكل مباشر حسب قوله منوهاً إلى أن صفرات سيارات الإسعاف سمعت بشكل واضح بعد القصف وأشار مسؤول المكتب الإعلامي بمجلس شورى ثوار بنغازي إلى أن قواتهم متزال تحافظ على كامل تمركزاتها داخل المدينة وفق قوله إلى درنة حيث أكد مصدر من مجلس شورى مجاهدي المدينة مقتل اثنين من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة أثناء تسللهما إلى المدينة مرتدين أحزمة ناسفة وأكد المصدر أن القتلين كانوا يحاولان الوصول إلى المدينة عبر محور وادي الشرقية وكانت الشباكات قد اندلعت صباح الأحد بين قوات المجلس وعناصر التنظيم في منطقة الأربعمية والصلاة بحي الساحل الشرقي وذلك بعد شن قوات مجلس شورى مجاهدي درنة هجوما على بعض المواقع التي يتمركز فيها عناصر التنظيم ومازلنا في درنة حيث انتهت لجنة الأزمة بالمدينة من مشروع إنشاء المقبرة الإسلامية بمنطقة الظهر الحمر يوم الأحد وأوضحت لجنة على صفحتها الرسمية أن المقبرة ستكون بشكل مؤقت إلى حين انتهاء الاشتباكات الواقعة بالقرب من مقبرة الفتاية يشار إلى أن اللجنة كانت زودت مركز عمر المختار الصحي في الساحل الشرقي بمحرك لتوليد الكهرباء وذلك لتقديم الخدمات الصحية نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي نشرتنا متواصلة وفيها بعد فاصل جنزور عبر التاريخ مهرجان يهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافي للمدينة وما قدمته من إثراء للحياة العامة في مختلف الجوانب علي القطراني يعلق عضويته في المجلس الرئاسي بسبب ما سماه عدم التعامل مع مطالبهم بجدية والمؤتمر يعتبر تجاوز الأطراف الرئيسية سبب تصدع المجلس الرئاسي المجلس البلدي بالبيضة يمهل حكومة اثني والمؤسسات التابعة لها ومصرف ليبيا المركزي 24 ساعة لمغادرة المدينة ويهدد بإخراجهم بالقوة في حال عدم الاستجابة الاتحاد الأوروبي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وقف التواصل بما سماه المؤسسات الموازية ويجدد التزامه بدعم حكومة الوفاق باعتبارها الممثلة الشرعية الوحيدة لليبيا أهلا بكم من جديد كده ناطق باسم غرفة عمليات أوباري التابعة للرئاسة أركان المؤتمر الوطني العام مجد بوهنة ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها المدينة منذ العاشر من يناير الجاري إلى عشرة قتلى على الأقل وأضاف بوهنة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن من بين القتلى ثلاثة مدنيين أصيبوا برصاص طائش وسبعة من غرفة عمليات أوباري إضافة إلى أربعة عشر جريحا على الأقل منوها إلى استقرار الأوضاع في المدينة أقيم يوم الأحد في نادي اليرموك في جنزور المهرجان الثقافي الأول بمناسبة الذكرى الثلاثين لوفاة الشيخ العلامة عمر العرب الجنزوري وأيضا الذكرى الخمسي لتأسيس نادي اليرموك رياضي الثقافي الاجتماعي تحت رعاية وتنظيم اللجنة الثقافية بالنادي وتحت اسم جنزور عبر التاريخ المزيد في سياق التقرير التالي جنزور عبر التاريخ مهرجان يهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافي والدور التاريخي للمدينة وما قدمته من إثراء للحياة العامة في الجوانب المختلفة بهذه الجرات والرسومات والأزياء التقليدية التي طرزت بآلة للخياطة عبر أياد أميرة متوسطية جنزورية ساسة وأدباء ومعلمون ومناضلون ومبدعون أعلام ظلت آثارهم الفكرية إلى اليوم منحوتة بالعطاء والوفاء والفضل في أذهان الأبناء والأحفاد هوية جنزورية تبرزها عالة الشاي تلك التي تجمع العائلة بالكاكوية هي أول ما يقدم للضيف عادة تبرز معاني الألفة والاجتماع المعرض التراثي القديم الذي أعادنا إلى فترات ستنات أيام كنا أطفال وأيام كنا نمرح ونسعى في هذه البلد أعادنا إلى الألفة التي كانت بين أهالي منطقة منطقة جنزور المعرجان يتضمن ندوات ثقافية وتعريفية بتاريخ المدينة وعرضا يجسد تراث هذه المنطقة كما سيتم إصدار كتيب صغير بعنوان وجوه مشرقة في ذاكرة جنزور يوضح أعمال الشخصيات التي أثرت مناحي الحياة داخل المدينة بشكل مختصر أحد أجل التظاهرة هو المعرض التراثي الثقافي الذي ضم العديد من الأجنحة منها جناح الصور والأعلام وبلدية جنزور بمحلاتها التسع كذلك جناح خاص بزاوية خاصة بالنادي اليرموك الرياضي تراث عميق الجذور مرتبط في منبعه بالأصالة وفي امتداده بالثقافة الليبية تراث يعبر عن الهوية تلك التي أبرزتها هذه اللوحات التوضيحية عن أهم المساجد والزوايا التاريخية بجنزور مباشرة إلى التذكير بعناوين النشرة علي القطراني يعلق عضويته في المجلس الرئاسي بسبب ما سماه عدم التعامل مع مطالبهم بجدية والمؤتمر يعتبر تجاوز الأطراف الرئيسية سبب تصدع المجلس الرئاسي المجلس البلدي في البيضة يمهل حكومة اثني والمؤسسات التابعة لها ومصرف ليبيا المركز 24 ساعة لمغادرة المدينة ويهدد بإخراجهم بالقوة في حال عدم الاستجابة والاتحاد الأوروبي يدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وقف التواصل مع ما سماه المؤسسات الموازية ويجدد التزامه بدعم حكومة الوفاق باعتبارها الممثلة الشرعية الوحيدة لليبيا ختم النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة